الرئيس السيسي خلال مشاركته في حياء ذكرى الخامسة وسبعين لمعركة العالمين على المجتمع الدولي بذل الجهود لإرساء السلامة في الشرق الأوسط ستة عشر بطلا يقدمون أرواحهم فداء للوطن في ملحمة الوحاة والداخلية تقتل خمسة عشر إرهابيا خططوا لتفجيرات بالجيزة والفيوم في العيد الخمسين للقوات البحرية رفعوا العالم المصري على أربع وحدات جديدة حصاد أخباري جديد يأتيكم من أولايف أهلا بكم أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى أهم ملفات الليلة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مدينة العالمين تشكل مزيجا جغرافيا وتاريخيا فريدا استحق كل الاهتمام وأوضح الرئيس خلال مشاركتي في مرسم تابين ضحايا معركة العالمين في ذكراء الخمسة والسبعين إنما تدفع الجميع لتجديد العهد على الحفاظ على السلام كذلك بذل مزيد من الجهد لإرساء السلام خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه أزمات خطيرة تهدد كيانة دولة الوطنية ذاتها رغم كيد الكائدين ومخططاتهم تسير مصر وافقة الخطى في طريقها لمحاربة الإرهاب الغاشم الذي يسعى بكل ما يملك من أموال لضرب استقرار الدولة والنيل من عزيمة أبنائه هذا من الأكيد ففي هذه المناسبة أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة مهمة لقادة العالم خاصة بضرورة إرساء السلام في شرق الأوسط الذي يعاني أزمة عدة وعلى رأسها الإرهاب مما يهدد كيانة دولة ذاتها وأيضا مقدرة الشعوب إرساء السلام في العالم وتحقيقه في الشرق الأوسط رسالة مهمة وجه رئيس عبد الفتاح السيسي لقادة العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات عدة وعلى رأسها الإرهاب مما يهدد كيانة دولة ذاتها وأيضا مقدرات الشعوب فإن مواصلة العمل على إرساء السلام يجب أن يكون هدفا ساميا يتعين على المجتمع الدولي بدل كافة الجهود لتحقيقه وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه أزمات خطيرة تهدد كيانة دولة الوطنية ذاته بما يحمله ذلك من مخاطر غير مسبوقة على أمن وسلامة ومقدرات شعوب المنطقة وعلى الرغم من المخاطر التي تحيط بشعوب الشرق الأوسط إلا أن هناك طريقا آخر هو هزيمة آلام الماضي والمضي قدما نحو بناء مستقبل باهر إن الشعب المصري يخوض بكل كبرياء وشرف معركتين مهمتين الأولى ضد الإرهاب يقف فيها بمفرده دفاعا عن دولته وعن العالم بأسره والثانية للتنمية لتعطي شعب مصر العظيم الأمل في الغد الأفضل الذي يبنيه أبناء هذا الشعب بإصرارهم وعزيمتهم واختيارهم للسلام والتنمية طريقا واثقا نحو المستقبل إن المصريين ينطلقون نحو المستقبل وفق رؤية وطنية خالصة رغم كل الصعاب والتحديات من خلال تحديد الأهداف والأولويات واستخدام آليات وأدوات مدروسة ومنظمة إن أبناء الشعب المصري دائما ما يعطون الأمل للعالم كله بإصرارهم وعزيمتهم واختيارهم للسلام والتنمية طريقا نحو المستقبل وهزيمتهم لكل قوى الظلام التي تسعى إلى هزيمة إرادة المصريين فدعم الإرهاب يسعون للنيل من تلك الإرادة وتحطيمها للوصول إلى هدفهم في تفتيك الدولة المصرية ولكنهم لن يصلوا لهدفهم بوجود رجال بواسل يحمون الأرض والعرض بدمائهم للمزيد مشاهدين الكرام ينضم إلي مباشرة الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ رئيس تحريض مجلة آخر ساعة سيد محمد أهلا بك ومرحبا يعني كلمات الرئيس كانت رسائل موجهة اليوم ماذا تقرأ من هذه الرسائل وماذا تجد بين السطور؟ يعني قبل ما نقرأ الرسائل اللي أرسالها سيدة الرئيس النهاردة في ذكرى 75 لذكرى حرب العالمين خليني الأول أقدم التعازي للشعب المصري كله في ضحايا العملية الإرهابية والمواجهة اللي حصلت في الوحاة وخليني أقدم كمان وإحنا بنقدم التعازي أقدم التهنئة للشعب بعيد الانتصار اللي مفيش أي قوة حتخلينا تكسرنا وتخلينا ما نفرحش به النصر الأكتوبر العظيم سيدة الرئيس النهاردة أكد على الرسالة الدائمة اللي بيقولها في جميع المحافل الدولية وأمام جميع الوفود وبخاصة إذا كانت وفود أجنبية وهي الرسائل السلام ولو تذكرنا الرسائل التي أرسالها الرئيس خلال الكلمة المهمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ناشد فيها الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي للجلوس على مائدة المفاوضات لإقرار السلام وإقرار الدولتين مصر بتتعرض دلوقتي لهجمة شرسة إرهابية وخليني أقول أن العملية اللي حصلت في الواحات لم تكن عملية استهدف فيها الإرهابيين القوات الشرطة لكن دي كانت ضربة استباقية من رجال الشرطة البواسل اللي راحوا في عقر دار الإرهابيين عشان يضربوهم قبل ما ينزلوا وينفزوا مخططات ضد المدنيين وضد المنشآت المدنية التي تخدم الشعب المصري وكما ذكر الرئيس أن الشعب المصري الوقتي بيحارب في جبهتين بيحارب في جبهة التنمية وبيحارب في جبهة ضد الإرهاب الإرهاب مستهد في مصر ليس فقط لأن مصر دولة تكاد تكون المستقرة الأكثر استقرارا في المنطقة ولكن لأن مصر داعية للسلام ونحن ندفع تمن دعوتنا للسلام وتمن دعمونا للسلام وتمن إقرارنا للسلام الإخوان المسلمين ليس حيسكتوا وكلما حققنا إنجاز سيكون أمام هذا الإنجاز ضربة وعنف ودم وتخريب خلال الشهر ده لو تذكرنا اللي حصل على الأرض سيادة الرئيس دشن العاصمة الإدارية الجديدة وهذه العاصمة تكاد تكون يعني خلينا أقول هي جوهرة التاج للإنجازات التي تتم حاليا فإحنا أمام عاصمة هي ضعف مساحة واشنطن تكاد تكون أد واشنطن أربع مرات أد سنغفورة بالكامل فإحنا أمام إنجاز ضخم بكل المقاييس أول مبارح يوم الخميس كنا في الاحتفال بمرور خمسين عام على البحرية عيد البحرية حضرنا منورة الصواري ذات الصواري كانت منورة هزت المشاعر كلها كنا أمام تكنيك عالي جدا 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 في استخدام أحدث الوسائل لم تكن فقط يعني مسألة تدريبية ولكنها رسالة إلى العالم كله أن مصر لديها جيش يحميها للاعداء ليكونوا حذرين إذا أقدموا على خطوة ضد مصر وللأصدقاء لطمأنطيهم أن البلد الشقيق والبلد الكبرى في المنطقة قادرة على ردع أي عدوان فأمام كل ذلك لازم نتوقع أنه حيكون قوى الظلام ضد مصر وضد الإنجاز وضد التنمية لأنهم لا يريدون لمصر أن تتقدم خطوة واحدة فما بالك بالقفزات التي تقوم بها مصر حاليا ولن نتوقف وخلال فترة قريبة جدا سنكون في احتفال ضخم بتدشين مدينة العالمين التي قال عنها الرئيس أنها لها تميز جغرافي وتاريخي طيب يعني الحقيقة أنه زي ما حضرك تحدثت هناك رسائل دائما بتوجه إلى الخارج هناك أيضا تحدي التنمية لكن ماذا عن الحرب ضد الإرهاب على مستوى التعاون الإقليمي وتعاون الدولي الإرهاب لا يفرق بين أحد ولا يفرق بين شيء لكن على الجميع أن يتحد الرئيس ترامب من ضمن ما قال أنه سيمضي في محاربة الإرهاب في المنطقة وسيدعم مصر في ذلك يعني دعنا نتحقق يعني بالأحرى المتحدثة التي تحدثت اليوم دعنا نتحدث عن فكرة هذا النوع من الجهد الدولي المشترك من أجل التصدي للإرهاب الإرهاب الدولي مسألة الإرهاب لا دينة له ولا وطنة له فلما يكون مصر بالاشتراك مع دول الخليج يعني قامت بالتنصيق فيما بينهم لمقاومة دولة داعمة للإرهاب تدعى قطر لما يبقى في دولة زي قطر وفيه تضامن عربي قام بمقاطعة أنا متصور كانت الأمم المتحدة تاخد إجراء وخصوصا الأمم المتحدة أمامها شكوى متعلقة بحقوق الإنسان في قبيلة اسمها الغفران موجودة في قطر ومتقدمة بشكوى رسمي إلى الأمم المتحدة الأمم المتحدة لم تتحرك الأمريكا والولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء ضد قطر يعني أنا مش عارف الكلب ميكيالين إلى الآن يعني نحن نسمع كلام من ترامب كلام جيد لكن على أرض الواقع ما فيش أي إجراء بيتاخد هل علشان الصفقة صفقة الأسلحة اللي عملها ترامب خلال جولة الخليج وشراء أسلحة لا أعتقد أن الجيش القطري يستطيع أن يستخدمها لكنها صفقة لتمويل شركات السلاح الأمريكية العالم دلوقتي أمام مفترق طرق إما أن يكون صادقا في محاربة الإرهاب أو يكون رجل أعمال بيستثمر فلوسه والإرهاب طال بريطانيا طال فرنسا طال ألمانيا طال أمريكا طال كل الدول حتى آخر حدثة حصلت في الأولايات المتحدة الأولايات المتحدة عتمت على هذه الحادثة وقالت أن داعش ليست لها أي يد فيها حتى تقول أن الإرهاب لم يطل أمريكا لكن الإرهاب له اليد الطولة أمريكا مصر دلوقتي بتقوم بحرب يعني حرب على كل الجبهات إحنا عندنا حرب في سيناء عندنا حرب في الحدود مع ليبيا دلوقتي بعد ما مصر كان لها الزراعة الطولة في المصالحة الفلسطينية وبداية خطوة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وما حدث في سوريا كل هذه خطوات جد قامت بها مصر لتثبت أن كما قال الرئيس أكثر من مرة أن سياستنا سياسة شريفة وهذه هي رد الفعل الطبيعي للسياسة الشريفة التي تقوم بها مصر نقوم بيعني نفعل ما نقول نقول سلام فنفعل ما يؤدي إلى السلام ولسنا كبعض الدول التي ترفع شعار السلام كلمات ولكن تقوم بعمليات تخريبية أو تدعم الإرهاب ويعني أعتقد أنه أنا الأوان أنا الأوان للدول جميعا أن تقف موقف جماعي ضد الدول التي تمول الإرهاب وإذا وقفت الدول جميعا إذا أمام ذلك أعتقد أنه تكفيف منابع تمويل الإرهاب هي أول خطوة للقضاء على الإرهاب يعني يمكن حضرك أيضا تلمست نقطة مهمة عن الملفات الساخنة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ربما هذا التخريب وهذا الظلم وما يسمى بالشرق الأوسط الجديد والتدخلات الخارجية ربما تكون سببا مهما في دعم الإرهاب وزيادة وطيرة الإرهاب وليس كما يظن البعض أنه حصر الإرهاب في منطقة وبالتالي محاولات القضاء عليه ماذا عن قضايا الشعوب القضايا العادلة عن سوريا عن العراق عن فلسطين عن كثير من الشعوب المظلومة والمنكوبة بسبب يعني بأسباب عدة يعني خليني نقول حاجة مهمة جدا أن مصر كانت عصية على ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد يعني إن كانت هذا المشروع نجح في بعض الدول لكنه لم ينجح في مصر والفضل في ذلك يرجع إلى تركيبة الشعب المصري ويرجع أيضا إلى جيش مصر القوي في 25 يناير كان الشعب في ظهر الشعب الجيش كان في ظهر الشعب وفي 30 يونيو الجيش كان أمام الشعب ليتصدى ويأخذ الرصاصات الغدر من قوات الاحتلال الإخواني ليحمي الشعب فإذن نحن أمام جيش وطني وليس جيش عقائدي ولو نظرنا للخريطة اللي في المنطقة كل الدول اللي سقطت وكل الدول اللي نجح فيها مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الفوضى الخلاقة لم يكن لديها جيش يحنيها وإن كان لديها جيش فهذا الجيش كان جيشا عقائديا وليس جيشا وطنيا مثل ما يوجد في مصر فإحنا دلوقتي اللي مستهدف الشعب لكن اللي مستهدف في الأساس للعمليات الإرهابية هو الجيش المصري والشرطة المصرية وإن كان المطلوب دلوقتي أن كل دول العالم تخف ضد الإرهاب فإن الشعب المصري جميعا أصبح جنود ضد الإرهاب كل بيت دلوقتي بقى فيه شهيد من الإرهاب كل بيت دلوقتي أصبح يلعن الإرهاب كل بيت في مصر دلوقتي أصبح جنديا أنه حتى من ليس بيته فيه شهيد لكن كلنا تألمنا نفس الألم يعني الشهداء كلهم أبنائنا وإخواتنا كلنا في نفس الألم يعني نتلمس منذ الأمس هذا الألم يعتصر الجامعة هناك حالة أعتقد لا يمكن أن يختلف حولها لكن أيضا شعوب المنطقة تظل القضايا العادلة لحق الشعوب في الحياة وهذا هو المستقبل في الدفاع عن الحقوق العادلة للإنسانية شكرا جزيلا لوجودك معنا محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة شهدين الكرم هذا الحصاد ما يزال فيه المزيد وفيه بعض الفاصل ستة عشر بطلا يقدمون أرواحهم فداء للوطن في ملحمة الواحات نهى بكم من جديد أهلنا بكم في ثاني ملفات حصادنا الإخبارية أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها استشهاد ستة عشر من قوات الأمن بينهم أحد عشر ضابطا وأربعة مجندين ورقيب شرطة في حادث الوحاة الإرهابية وأضافت الداخلية أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة عشر ضابطا ومجندا هذا وتمكنت القوات خلال المداهمات من قتل وإصابة خمسة عشر إرهابيا ولا تزال عمليات البحث والتمشيط جارية لضبط الإرهابيين وتهيب وزارة الداخلية بوسائل الأعلام تحر الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن ولمزيد من تفاصيل مشاهدين الكرام عن هذا الحادث الأخير أو المواجهة التي تمت في هذا اليوم معنا عبر الهاتف الآن الكاتب الصحفية جمال حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائية نرحب بك أستاذ جمال يعني الآن نريد أن نتحدث عن مقولة قد قيلت في السابق وهي العدو أمامكم والبحر من خلفكم ولكن الآن نريد أن يعني نعطي بعض التعديلات على هذه المقولة وهي أن نقول الإرهاب أمامكم والبحر من خلفكم كيف يمكن أن تكون المواجهة الحقيقية الآن مواجهة الإرهاب ليست فقط من خلال المواجهة العسكرية ولكن هناك مواجهات كثيرة سواء كانت اجتماعية ودينية وثقافية بالتأكيد في البداية خليني أعزي أسر الشهداء الذين جادوا بدمائهم وارواحهم من أجل أن نحيا وأن ينجل أن يحيا الوطن في الحقيقة هذه المقولة حقيقية المواجهة ليست مواجهة عسكرية وشرطية الآن بقدر ما هي مواجهة مجتمع نحن في حالة حرب ويجب على الجميع أن يتكاتف في هذه الحرب حرب شرسة ضد الإرهاب حرب مدعومة دوليا ومن أجهزة استخباراتية ومن منظمات إرهابية دولية مجهزة بأحدث الأسلحة هذه الحرب يجب أن يتكاتف الجميع للوقوف صفا واحدا أن يكون الجيش والشعب والشرطة يدا واحدة لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم الذي يحاول أن يطفئ سعادتنا بالمشروعات التي تشهدها تشهدها البلاد وبحالة الانتفاضة الموجودة في هذه البلد حاليا هذه الحرب يجب أن تكون بداية من أن يكون هناك التلميذ في المدرسة والإمام في المسجد والقس في كنيسته والمجتمع بالكامله يكون في حالة استنهاض الهمم لمواجهة الإرهاب هذا الإرهاب الغاشم الذي يحاول أن يقوض مصر كما قوض العديد من الدول التي نراها حاليا على الساحة العربية وقد انتهت تماما من على الوجود لكن الحمد لله أن الله حمى مصر لكن يجب أن تكون هناك انتفاضة شعبية وانتفاضة بكافة مستويات الدولة لمواجهة هذا الإرهاب ولن تكون المواجهة العسكرية نستطيع القول بأن أصبح الشعب المصري بأكمل جنود ليس فقط في أرض المعركة حيث يقوم رجال الجيش ولكن الكل الآن أصبح جنود في أرض معركة الإرهاب يعني انطلاقا من النقطة التي تحدثت عنها الآن أستاذ جمال وهي أن هناك ثمة ارتباط فيما بين الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع الآن سواء كانت إنجازات سياسية وإنجازات أخرى اقتصادية وبين هذه العمليات الإرهابية أو إن صح التعبير مواجهات حقيقية مع هذه الخلايا الإرهابية هل تتفق في هذا القول بأن ما حدث هي مواجهة مع خلية إرهابية وذلك وفقا لبيان الداخلية بالتأكيد هي المواجهة مع خلية إرهابية ولكنها خلية إرهابية كبيرة هذه الخلية امتداد للخلايا التي تم الإجهاز عليها وتصفيتها في عدد من الأماكن في مصر وخاصة في الحدود الشرقية هذا الموقع الذي وقع فيه الحادث الإرهابي بالأمس قريب من الحدود الغربية وهي الخطر الحقيقي والمكمن الحقيقي للخطورة حاليا بالنسبة لمصر بعد أن نجحت قوات الشرطة والجيش في تصفية عدد كبير من الخلايا الإرهابية في العريش وفي سيناء هناك خضر حقيقي يتهددنا حاليا في الجهة الغربية نحن نعلم ما يدور في ليبيا حاليا هناك كل أجهزة المخابرات وكل أجهزة التنظيمات الإرهابية الهاربة من سوريا ومن اليمن ومن عدد من الدول الخارجية التي حدثت بها مشاكل إرهابية هربت إلى وموجودة حاليا في ليبيا وهناك حرب حقيقية تدور في ليبيا لكن هذه التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش يعيش بشكل كبير جدا وهناك أسلحة حديثة جدا ومتطورة والأسلحة التي استخدمها الإرهابيون بالأمس أسلحة متطورة وأسلحة سقيلة وأسلحة أربي جي وأسلحة ساروخية كل هذه الأسلحة من أين أتت؟ لا بد أنها أتت من خلال تسريبات ومن تهريبات عبر الحدود إذن نحن أمام حرب منظمة ومجموعات إرهابية وخلايا منظمة بشكل كبير جدا مدعومة بأسلحة كبيرة جدا ومدعومة بأموال متدفقة من الخارج حتى يتم هذه العمليات في مواجهة الجيش والشرطة محاولة لإسكاة صوت الحق وإسكاة مصر وإظهارها أمام العالم بأنها في مشهد مرتبك بعد أن أصبحت مصر على مستوى العالم كله مستقرة أمنيا ومستقرة أتصاديا وتسير في الطريق الصحيح نحو مجتمع عمراني كبير تبني يد تبني ويد تحمل السلاح إذن كل هذا كان مقصودا البناء والتنمية نعم هذا ما كنا نودى الإشارة إليه أستاذ جمال يعني دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا يعني قادة العالم لأن يكون هناك استراتيجية واحدة موحدة للعالم أجمع لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية التي تم دحرها بالفعل ولكن بعد عدة سنوات في بعض الدول الأخرى أو الدول العربية الجارة لمصر إذن كيف يمكن وضع هذه الاستراتيجية وكيف يمكن أيضا تحقيقها على أرض الواقع يعني لا نريد أن نتحدث عن أوراق يعني عليها كلام مكتوب ولا يتم تنفيذه على أرض الواقع الحقيقة عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي وحذر المجتمع الدولي من خطورة الإرهاب وخطورة الدول الداعمة للإرهاب الدعيمة للإرهاب بالسلاح والدعيمة للإرهاب عن طريق المنصات الإعلامية والأبواق الإعلامية كل هذه الدولة الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته لكن بعد أن ظهر أن هناك تعاطف عالمي وموافقة على ما قاله الرئيس السيسي رأينا أن المصالح تتصالح رأينا أن هناك هدوء وسكون من بعض الدول العظمى التي كانت تريد أن تحارب الإرهاب في كل مكان رأينا أن الحماس الذي بدأ عليه الرئيس الأمريكي ترامب بدأ يخفض تدريجيا العالم في حالة المصالح تتصالح وهناك مصالح للدول الكبرى مصالح في بيع الأسلحة مصالح في وجود شرق أوسط جديد هناك مصالح لهذه الدول لكن أنا الآن الإرهاب يكتوي به كل دول عالم أمريكا يكتوت بنار الإرهاب وكل دول أوروبا لا بد أن تكون هذه استراتيجية واضحة لا بد من قطع مصادر التمويل للإرهابيين في كل مكان يجب أن يكون هناك قائمة سوداء للإرهابيين يجب أن تكون هناك تعاون دولي لكل الإرهابيين وقضع مصادر التمويل حتى ينكشف الإرهابيون يعني هذا بالفعل ما قد كل هذه الدول المجتمعة نعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بشكل واضح في آخر حديث له بأنه لابد من مواجهة هذا الإرهاب الغاشم وتحدث عن الانتصارات التي حدثت أيضا في مدينة الرقة السورية وأنه سيكون هناك محاسبة لكل من له يد في هذه التنظيمات وتمويل هذه التنظيمات الإرهابية ذكرت في معرض حديثك منذ قليل أستاذ جمال الحديث عن الإعلام ودور الإعلام هناك لوم كبير الآن على بعض وسائل الإعلام التي لا تتحرى الدقة وقد أهبت بالفعل وزارة الداخلية بأنه لابد أن تتحرى وسائل الإعلام بكافة أشكالها سواء كانت مقرؤة أو مسموعة تحرى الدقة لأن هناك حرب نفسية الآن وهناك أيضا تكهنات كثيرة وتحقيقات غير واضحة وغير دقيقة في الأرقام التي يتحدثون عنها في هذه المواجهات الأخيرة الإرهابية للأسف الشديد الإعلام سقط سقطة بالأمس وصار خلف الكتائب الإخوانية الإلكترونية وصار على نهجها وكانها تقود الإعلام عدد كبير من الإعلاميين وعدد كبير وكانت هناك حفلة فيسبوكية لهذا الحادث وكان هناك حالة سعار إعلامي للسعي للحصول على أي معلومة وكان هناك سباق لإظهار عدد الشهداء وكاننا في مزاد البعض يقول خمسة والبعض يقول عشر حتى وصل العدد إلى ما يقرب من سبعين شهيدا كل هذا جعل الشارع المصري ينام كئيبا وينام مكتئبا ويحقق للإرهابيين ما يريدون ويحقق للمنظمات التي تدعمهم ما تريد ويحقق للدول التي تدعمهم ما يريد وأظهر مصر كأنها في حالة ضعف وفي حالة وهن وأن الإرهابيين انتصروا عليها دون أن يتطرق الإعلام للبطولة التي قام بها رجال الشرطة في الوحاة وأن هؤلاء الرجال قاموا بإنقاذ البلاد وإنقاذ مصر من خضر كان يتدد العاصمة والقاهرة الكبرى والجيزة كان هناك عمليات إرهابية تدار من هذا التنظيم لكن الحفلة الفيسبوكية التي كانت وتمواقع التواصل الاجتماعي فشلت فشلا كبيرا والحقيقة أنا كنت أحد المسؤولين وكنت أسهر في الجريدة طوال الليل وكان هناك من يخاطب ويقول ماذا ستفعل والحمد لله أظهرنا الحقيقة وصدرنا بجريدة الأخبار المسائي في شكل مشرف وتحدثنا عما قالت وزارة الداخلية في بيانيها وقلنا أن مصر ستنتصر على الإرهاب هذا ما يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في الداخل أو في الخارج هناك أيضا هناك مصادر خارجية كوكلات أنباء دولية بعض المواقع الحقيقة نعم تتحدث عن أرقام مغلوطة بشكل كبير ولكن ظهر أخيرا هذه البيانات الصحيحة إذن نشكر الكاتب الصحفي جمال حسينة رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي نشكرك جزيل الشكر مشاهدين الكرام الحصاد مازال مستمرا وفيه بعد هذا الفاصل في عيدها الخمسين القوات البحرية تعزز قدراتها القتالية بأحدث الأسلحة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في ثالث ملفات حصادنا الإخبارية وهو كذلك آخر ملفات الليلة مرحل عدة لنهوض بسلاح البحرية المصرية انتهت بوصوله إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم والأولى عربيا وإفريقيا بالطبع ومزيد من هذه التفاصيل مع الزميلة رغدا مونير إليك رغدا شكرا محمد وشكرا لك لبنى وأهلا بكم مشاهدين نستعرض معكم في هذا العرض مراحل تطوير سلاح البحرية المصرية خلال الأعوام القليل الماضية لتحديث أسلحتها ورفع كفاءتها القتالية من أبرز القطع البحرية التي انضمت للقوات المسلحة المصرية مؤخرا حاملتاء المروحيات جمال عبد الناصر وأنور أسادات منترازي مسترال وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية التي تمتلك حاملة مروحيات كما انضمت الفرقاتة الفاتح منتراز جويند وهي فرقاتة فرنسية الصنع لها القدرة على تدمير الغواصات واستخدام الصواريخ والمدفعية في المهمات القتالية وتنفيذ مهمة تأمين خطوط الموصلات البحرية وانضمت مؤخرا الغواصتان الألمانيتان 42 التي تتميزان بقطراتهم الهجومية العالية وتمثلان قفزة نوعية في مجال التسليح البحري شمل أيضا تطوير سلاح البحرية المصرية ورفع كفاءته افتتاح رئيس عبد الفتاح السيسي في الخامس من يناير الماضي مقر القيادة الأصول الجنوبي بسفاجة الذي يضم لواءين هما اللواء أول لنشات واللواء الثاني مدمرات كذلك شهد رئيس عبد الفتاح السيسي وقتها تنفيذ بيان عملي لعدد من القطع البحرية وقام برفع علم الجمهورية على حاملة المروحيات الجديدة جمال عبد الناصر ومن خلال برنامج تصنيع مشترك مع الدول الشقيقة تم تدشين لنشي مرور سحلي 28 متر وتم تصنيع عدد آخر من لنشات داخل الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وبهذا تدخل القوات البحرية مرحلة التصنيع المحلي بالإمكانيات الذاتية ويمثل ذلك نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية ولأن الفرد المقاتل هو ركيزة الأساسية في منظومة الاستعداد القتالي تم تأهيل الكوادر المختلفة من ضباط وضباط صف وجنود في جميع المستويات فنيا وتخصصيا وتدريبيا وحتى لغويا وتسعى القوات البحرية بالاستمرار في رفع كفاءة المقاتلين لديها يكونوا قادرين على استعاب التطور العالمي في مجال التسلي خاصة بعد انضمام عدد كبير من أحدث الوحدات العالمية وذلك بالتوسع في استخدام أحدث أنظمة المحاكاة على مستوى العالم وحول ترتيب البحرية المصرية وضع موقع جلوب الفاير المتخصص في أشؤون العسكرية في أبريل الماضي وضع قوات البحرية في المرتبة السادسة على مستوى بحريات العالم وأما عن ترتيبها في المنطقة فهي تحتل المركز الأول عربيا وإفريقيا ولكن لماذا تحتل البحرية المصرية هذا الترتيب المتقدم هذا هو السؤال الذي أجاب عليه الموقع بأن وصول القوات البحرية المصرية لهذه الدرجة المتقدمة يتي نتيجة لقدرتها وعدد الوحدات التي تمتلكها حيث تمتلك القوات البحرية المصرية نحو 320 قطعة بحرية مختلفة منها 11 فرقاتا وتسع غواصات و174 لنش مرور ساحلي بالإضافة إلى عدد كبير من ننشاط الصواريخ وزوارق البحرية إذن هي القوات البحرية المصرية واحدة من آرق وأقدم الأسلحة البحرية في العالم تبقى بأسلحتها وبرجالها وحوش البحار بعقيدة القوات المسلحة الثابتة درع الوطن وسيفه مرة أخرى عودة إلى محمد ولبن شكرا لك يا رغدا على هذا العدد التفصلي عن تطوير القوات البحرية نشكرك جزيلة شكرا شكرا رغدا إذن مشاهدين الكرام لمزيد من التفاصيل وتسليط ضوء أكثر حول العيد الخمسين لقوات البحرية المصرية معنا مباشرة اللواء بحري أركان حرب متقاعد محسن حمدي أحد قادة القوات البحرية سابقا أهلا بك سيادة اللواء أهلا وسهلا سيادة اللواء ونحن نحتفل بعيد القوات البحرية تاريخ طويل وبطولات عدة خاصة في سنوات الحرب التي خضتها مصر كان هناك دور كبير للقوات البحرية لكننا أيضا نتحدث عن المستقبل ونتحدث عن الحاضر كيف تصنيف القوات البحرية الآن المعدات التي تمتلكها وانضمت إلى الخدمة ومن الطبيعي أن أسأل حضرتك عن أهمية القوات البحرية في الحروب الحديثة وطبعا الكلام ده حضرتك تم نشره وتصريح به من قادة القوات البحرية نعم ومن السيد الوزير والقائد العام وتم نشره في الإزاعة وفي التلفزيون وفي الصحب بشكل مصطفاد إنما احنا بمناسبة أكتوبر والبحرية أنا حب أركز على موضوع مهم وهو فطة الإعداد لحرب أكتوبر لأن الناس في بعض الناس شافت الحرب أهلا لكن ما شافتش ما قابل الحرب لأننا ما جاء حارب العادو لازم أعرف مين هو العادو ده موجود فين إمكانياته إيه تسليحه إيه مين حيساعده مواقفه إيه وهكذا فإحنا قبل تلاتة وسبعين في حاجة اسمها نحضر مصرح العمليات يعني أنا حارب فين في الحتة الفنية في سينة وفي البحر الأحمر وبحر المتوسط فبالنزل البحر الأحمر كان هناك تفكير في القوات البحرية أنها تحرم العادو اللي هو إسرائيل وقتازن من وقود الحرب اللي هو البترول في البحر المتوسط قامت بعض الوحدات بحدها بهذا الموضوع عملت حصار على ميناء حيفا وأجدود في البحر الأحمر فكرنا أن نحنا نمنع وصول البترول الواصل لإسرائيل من إيران بوصلاه عن طريق الخليج العربي البحر العرب باب المندب البحر الأحمر حتى شمالا ثم أدخل من مضيق تيران حتى إيلات فقالنا نحرم العادو نضرب نقلات البترول اللي جاي عند منطقة باب مضيق تيران العبقرية البحرية المصرية فكرت أيضا ولكن الطيران العادو إسرائيل وريب جدا من المنطقة ممكن يتدخل يحرمنا من هذا الموضوع فهنا تفتقت البحرية والعقيدة البحرية العبقرية إحنا نروح آلاف الأميال جنوبا حتى باب المندب مدخل البحر الأحمر من الجنوب أحرم دخول البترول من هذه المنطقة أنا كل نفس بمهمة أرأس مجموعة من مكوانة من ثلاثة لستطلاع هذه المنطقة في سنة 72 استعدانا وتحضيرا وتجهيزا لمصرح العمليات إيه المصرح اللي حنحارف فيه حبع تحضير شكلها قد إيه حجمها قد إيه تسلحها إيه مهمتها إيه إيه الدول المجاورة لهذه المنطقة سافرنا في 72 عادنا 15 يوم استطلعنا جريد بريم ومضيق باب المندب اتساعه فترة الملاحة جين مطل عليه جيبوتي الصومال أسيوبيا واليامل الجنوبي وانتهت المهمة بنجاح قدمنا تقريرنا في 73 أرادت القوات البحرية أن تحدد أكتر معلومات أكتر عن هذه المنطقة لأننا لدينا معلومات في إدارة المخابرات الحربية فرع المعلومات أن إسرائيل لها بعض التسهيلات عند أسيوبيا مراكب الصوت بالستطاة في المياه الأسيوبية فاطلعت في مهمة أخرى مع مجموعة أخرى برضو استطلاع استراتيجي في 73 في يونيو 73 قبل الحرب 3 شهور رحنا اليامل الجنوبي انتقلنا بالهليكوبتر والهليكوبتر دي على فكرة كانت من الحرب العالمية التانية حاجة كده زي العربية الكاروة يعني استطلعنا بقى الساحل اليمني الجنوبي بالكامل بما فيها بعض الجزر العربية المتاخمة للساحل اليمني لأنه احتمال يكون إسرائيل لها توابل بأي زوارق بأي معدات بأي ضفادع على هذا الجزر تحرم وحداتنا البحرية من العمل نحن نبعث مدمرات وغوصات تقف على الباب المندب تقفل الباب المندب من بره وتحميه من جوه عشان لو قاعد حد تصربه دخل وعملنا إعلان بحري اسمه نيفل يا جميع سفن العالم ما حدش يقترب دي منطقة حرب أناش مسؤول عنك استطلعت سبع جزر بالترتيب كده جنوبا لشمالا ده ما أمام ساحل اليمني الجنوبي حنيش الكبرى حنيش الصغرى زوكار أبو عيل جبل الزبير جبل الطير وكمران طبعا حبنا سطلع عشان نعرف مفهاش وجود اسرائيلي أساسا أو أي طرف معادلين في بعض الجزل نزلنا عليها صالحة النزول بالهلكوبتر في بعضها في بعضها غير صالحة للنزول أو لهبوط في بعضها نفس الطيار اليمني واختازن خاف خاف يعني يعني خشي أن ينزل عليها وهي ايه جبل الطير قال لك احتمال يكون فيها حد حسب معلوماتهم يعني نعم سيادة اللواء يعني هو من الواضح هو تكامل فيما بين القوات البحرية والقوات الجوية إذن لابد أن نستفيد من الماضي ونستفيد من التاريخ وهذا ما يحدث الآن وهو تطوير القوات البحرية وتطوير أيضا القوات الجوية من خلال العديد من يعني هناك حاملة الطائرات المروحيات وهناك فرقاتة الفاتح وهناك غواصتين أيضا قد انضمت إلى الأسطول البحرية المصري إذن سيادة اللواء كيف ترى هذا تطوير القوات البحرية المصرية لمواجهة حرب أخرى حديثة ليست كحرب اكتوبر المجيدة في عام ثلاثة وسبعين أنا ما جاء اشتري السلاح إذا ما أعرف أنا عايزة اشتري السلاح ليه لماذا إيه المهام الملقاعة للقوات البحرية حماية السواحل البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر إذن أنا محتاج معدات شكلها إيه محتاجات قتالية نوحها إيه تسلحها إيه إمكانياتها في الإبحار قد إيه بنعليه إذا أنا محتاج كذا غواصة كذا فرقاتة كذا لنش صواريخ وهكذا بنعليها تحدد التوسع ونشوف بقية الدول إيه ممكن الدول لموت الساعدني هل منها الشرق من الغرب من الجنوب من شرق آسيا وهكذا إذن جبت الوحدات بدرب الناس هناك يستوعبوا التدريب تيجي الوحدات نستلمها نبدأ إحنا في معاملتها والدليل على هذا إن إحنا بنحمي جميع منشآتنا الإقتصادية في البحر المتوسط بما فيها حقل زفر وفي الجنوب وصلت الدرجة أن مصر بتسند سند زي الرئيس ما قال سند للأمة العربية حاليا نحن مشتركين في التحالف للعمل على سواحل اليمن ليس على الأرض ولكن على سواحل اليمن عشان نحمي تصرب أي معدات ممكن تضر القضية اليمنية إذن أنا بجيب وحدات وأبعرف مهمتها إيه وهتشتغل فين ومطلوب منها إيه نعم يعني سيادة حدد نوع الوحدات نعم سيادة اللواء يعني أيضا ذكرت في معرة حديثك منذ قليل على الحديث عن ما حدث قبل انتصارات حرب أكتوبر سنة 73 وهي حرب ما يسمى بحرب الاستنزاف وأن هناك كان هناك إعداد كبير لهذه المعركة معركة 73 هناك يعني تخليد من خلال التاريخ وتوثيق لكل ما يحدث من خلال التاريخ هناك أيضا يعني توثيق لهذه الوثائق من خلال أعمال أخرى إذا استطعنا أن نقول أعمال سينمائية أو أعمال تلفزيونية حتى يكون هناك تسجيلا بشكل آخر لجموع الشعب المصري حتى يعرفوا هذا التاريخ ليست فقط من خلال الكتب ولكن من خلال الأعمال الأخرى كيف تقيم هذه الأعمال التي تخلد التاريخ؟ اسمحي بمنتاز صراحة حتى الآن لا أستطيع أن وسائل الإعلام المختلفة لم تصل إلى المستوى المطلوب لتسجيل هذه الأعمال سواء على الأرض في الجو في البحر والتسجيل مع المقاتلين الذين استشهدوا والذين أصيبوا محمدين وعوضين فين هم دول؟ ده في ناس أبطال لها تاريخ وقصص مختفية حتى الآن يجب أن نعرف الشباب الجديد أن هناك شباب أبائهم أو أجدادهم قاموا بأعمال بطولية انتحارية فيديائية لصالح المصر لصالح البلد فلا يا شاب يا جديد الشباب الجديد من فضلكم ادرسوا ذكروا اسألونا احنا جيل خلاص خلصنا مهمتنا وربنا أكرمنا طيب اسألونا لأنه انتم مين هيقول لكم بعد كده يجب أن تخرق يجب أن تسمع يجب أن تسألنا هنعطيك خبرة هنعطيك خبرة مكتسبة هنعطيك معلومات هنعطيك خبرة سفيد بها لمستقبلك لأنك انت مفروض مسؤول عن حماية هذه البلد إذا ما احنا حميناها في الماضي أنت مسؤولنا أن تحميها في المستقبل أيضا إذن نعول على هذا الجيل الذي شهد وعاصر هذه الانجازات الحقيقية سيادة اللواء كسيادة اللواء بحري أركان حرب متقاعد محسن حمدي حتى يكون هناك ترسيخ للتاريخ وما حدث في الماضي حتى يكون عبرة للجيل الجديد نشكرك سيادة اللواء جزيل الشكر وإذن مشاهدين للكرم هكذا حصد الليلة قد انتهى ولكن لن يتبقى إلا التذكرة بأهم العنوين الرئيس السيسي خلال مشاركته في أحياء الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة العالمين يطالب المجتمع الدولي ببذل جهود لإرساء السلام في الشرق الأوسط ستة عشر بطلا يقدمون أرواحهم فداء للوطن في الواحة في العيد الخمسين للقوات البحرية رفع العالم المصري على أربع وحدات جديدة مشاهدين الكرام مستمرون معكم في أمان الله